الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم قال باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين يريد الله به خيرا قال باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين قال الإمام رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير عن معاوية رضي الله عنه أنه كان خطيبا فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله هذا الحديث العظيم في جمل مفيدة جدا وفي جمل فقهية عالية راقية قد تكلمنا في الجزية الأولى وهي وقفنا ووقفنا عندها في قول سلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبينا أن نبل قدر الإنسان مقيص بالفقه في الدين وأن أفضل وأشرف العلوم التي ينشغل بها المر هي الفقه كما قال ابن الجوزي قال العمر قصير والعلم كثير فعليك أن تنشغل بأنفع العلوم وأنفع العلوم هو الفقه وقلنا بأن الفقه هو دقة الفهم وهذا نادر وقل في العلماء لذلك عند موت بعض الصلحاء وهو فضيلة شيخ ابن عثمين رحمة الله عليه نسأل الله أن يدعى لهم عن نبينا وصدقين والشهداء والصالحين لما قيل له يعني تحيل على من العلماء قال العلماء كثور الذين يحملون علمان يعني قال لكن أين العالم الفقه بالمنقاش كالكبريت الأحمر وانت ترى حتى في تراجم العلماء كثرة كثرة في تراجم المحدثين لكن تراجم الفقهاء فيها قلة وقد بأننا أن الناس يتفاوتون في درجاتهم بالفقه اتقان الحديث مع الفقه لذلك كان ابن تمي يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إذبات سنده وفهم متنه وفهم المتنه ورأس الأمر وبينا التفاوت الدرجات ودربنا في ذلك مثلا رائعا بالأنبياء نبيان عظيمان جليلان عليهم وعلى نبينا أفضل صلات التسليمات سليمان ودود عليهم السلام فكلهما أعطاه الله للفعلاء علما ومع ذلك فاوت الله بين الدرجتين بالفهم ودقة الفهم إذا كنت في الحديث عن النبي السلام أن سليمان قام سليمان عليه السلام قام فدعا ربه أن الله يعطيه فهما في كتابه فشوف هنا قال ففهمناها سليمان فاسترياب الله له ودعا الله على أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ودعا الله على عندما من المسجد دعاء آخر للمغفرة بأنه من صلى فيه من خرج لا ينهزه إلا الصلاة وذهب فليصلي يرجع كيوم ولدته أمه لكن هنا لم يأتي في نص الحديث أن استجاب الله له والحق أننا نقول ظنًا في الله أنه قد استجاب له سبحانه جل في علا سليمان ودود قال الله جلعا ففهمناها سليمان وهذا شرحناه بالتفصيل في رسول الموضوع وأبيننا أيضًا الكلام على علمائنا وكيفية الاستنباط عند العلماء يعني هنا تتكلمنا عن الشفعي على ما أعتقده عن أحمد صحيح وما ختمنا هل ختمنا ابن تيمية ما تتكلمنا عن ابن تيمية يعني هنا نقول أيضًا الإمام أحمد الإمام ابن تيمية لابد أن نرى رواعي البان عنده تمام الاستدلال بدقة الفهم وأيضًا معرفة مقاصد الشريعة ولذلك كان من أروع الناس إتقانًا في سعة الاطلاع على المذاهب وأيضًا فصل الخطاف في النزاع فهو هو يقول لو لا الإجماع شوفوا انظر إلى دقة النظر لو لا إجماع لقلت المرأة المطلقة ثلاثًا عدتها حيضة واحد لما هو نظر نظر فوجد بأن العدة لها الحكمة فيها أمران أولًا تتعلق بحقين بحق الله وحق الزوج أما حق الزوج فقد انتفى بالتلاق الثلاث لذلك لما سألوا فاطمة بن تقيس على السكنة والنفقة قالت ما جعل لي نسلم السكنة هو نفقة وليما يجعل لي السكنة وأي أمر يحدثه الله بعد ذلك لقول الله رفعلا لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا آياتنا قال الله دعاء لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فقال العلماء بأن الأمر الذي يحدثه الله جعله صار في قلب الرجل إلى زوجه فيردها مرة مرة ثانية لكن إذا كان الطلاق بيننا كبرى فلا رد لذلك قالت وما الأمر الذي سيحدثه الله جعله فعلها انتهى ما فيه مفهوم فقال إذا حق الزوج سقط يبقى ما يبقى لنا إلا فهنا تعلق الحكم بإيه كأننا نقول الحكم تعلق بإلتين مركبتين الإلا الأولى انتفت فانتفي حكمها فقال إذا الحكم هنا في المعالة الإلا الثانية ألا وهي حق الله وحق الله هو إيه براءة الرحم وبراءة الرحم تعرف بحيدة واحدة كما في حديث حادثة سبايا أو طاص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا توطأ حاملة حتى تضع ولا حائلة حتى حتى تحيد فبراءة الرحم تكون تعرف بالحيد فقال لو لا إجمع لقلت بأنه لا عدة عليها إلا بحيدة بحيدة واحدة وهكذا علباؤنا واستنباط على العلماء وكما قلنا تأمل تدرك وهذه تفاوض درجات بين بين العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أنا قاسم رجعنا هنا لمسألة أخرى مسألة مهمة ردا التي أتكلمنا عنها في كتاب التوحيد وهو الشريع الغراء تهتم مهتماما بالغا بعدم التفاة القلب الغير اللب تنقية التوحيد التام حتى يصل إلى كماله إنما أنا قاسم لا تنظر للسبب أنا سبب من الأسباب لذلك لما دخل الرجل الطبيب على نفس سلم قال من أنت قال أنا الطبيب قال لا أنت لست الطبيب إنما أنت الرفيق جزاك الله خالي أن نصير أنت تأتينا في الراه كل مرة تذهب من الجزاية الأخرى قال إنما أنت الرفيق أنت سبب من الأسباب ولست الطبيب الطبيب هو الله وذلك أنت ترى ذلك فصيحا صريحا في كتاب ربنا في علاء عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام عندما قال وإذا مردت فهو يشفي شفاء كله بيد الله جل جل في علاء زلك كان السلام يدعو ويرقي ويقول اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فقال إنما أنا قاسم لا تنظر لي على أني السبب زلك ابن مسعود رضي الله عنه أبو أرضا ماذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه أرضا كان يقول يقول من ضعف اليقين أن تحمد الناس على خير يأتيك أو تذمهم على خير لم يأتك لم يأتك يعني الخير الذي أتك على أيديهم الله جعله سببا فأنت تحمدهم بجمعية قلبك أو بجمعية قلبك وكل قلبك يهفو إلى السبب وتترك الذي خلق السبب والمسبب سبحانه جل في علاء أو تذم الناس على شيء منعه الله جل وعلا لك لو قدر له لفعل كما قال النبي سلم وإنما الأمر بقدر والله جل وعلا الذي خلق كل شيء وهو قادر على كل شيء سبحانه جل وعلا لذلك قال لهم انتبهوا انتبهوا العلم ليس بيده العلم بيد الله لفعله أن العلم القلب وعائل العلم والقلب بيده بيصفع من أصابع الرحمن قال إنما نقاسم أنا أنقل فقط طبعا حقنا أن معاوية أتكلم في ذلك والأصل فيه إنما نقاسم يعني قاسم لما يأتي من الفي والحق بأن الحديث يحمل على العموم التقسيم المعني والتقسيم الحسي التقسيم الحسي في التقسيم الغنائم الرؤية سألناك عن أنفال قل أنفال الله الرسول وقسمها الله جل في علاء في الخمس وأربعة والأربعة أخماس فقال إنما نقاسم يعني أنه نقسم فقط والله جل في علاء والذي أمر بذلك والذي يعطي سبحانه جل في علاء هذا في الحسي أما في المعنوي فهو عدم التفاتي القلب لغير رب في الناحياتين لأن في المعنوي أقوى كأنه قال إنما نقاسم أنا أعلم أنا يأتيني الوحي وأنا وأنا أبلغ وأنتم منكم من يفقه منكم من يحمل منكم من يبلغ فقط وزي قال نضر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمع ربحام الفقه إلى من هو أفقه منه ربحام الفقه ليس بفقه قال إنما أنا قاسم والله معطي والله يعطي وهذا أيضا فيه عظيم ربوبية الله جل في علاء بأن العلم هذا الله رعلا يؤتيه ما يشاء ممكن إنسان يعني يعيش ظهره وعمره يحاول جاهدا أن يجلس في المجالس أن يطلع على الكتب لكن لدسيسة أو لخصيسة في قلبه الله رعلا يمنعه من العلم ولنقاء في قلب رجل هو نائم على السرير الله رعلا يجعله يسمع كلمة واحدة ينتفع بها ظهرا وينفع بها بشرا وينفع بها بشرا وتراه في المعالي بكلمة واحدة أراد الله رعلا بها خيرا بهذا العبد النقي التقي في القلب قال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله طبعا وقول نفس السلام أن تزال هذه الأمة يقصد ذلك طائفة من الأمة لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا لأن نفس السلام قال في الراعة الأخرى ونتزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يدرهم من خلفهم ولا ولا من خذ لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذه الأمة يعني بعض هذه الأمة ولا يمكن أن يقال بأن المسألة عليه على العموم قد قد يلتفت إليه كما قال بعضهم أنها على العموم بين الأمم السابقة بين الأمم السابقة الصحيح أن هي طائفة وحدة التي تقوم بالحق وتبقى عليه لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق هذه الأمة قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارع على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار في النار إلا واحدة هي الطائفة التي قال لنا السلام يانو على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب ولذلك نقول لا يمكن أن يشغر الزمان من مشتهد وإن قال بعض الأصولين قد يشغر الزمان من مشتهد وهذا خطأ مبي هذا الحديث يستدل به الأصوليون على أنه لن يشغر الزمان من مجتهد ما أحد يقول ما في علماء فيه على النضرة في الزمان الأخير على النضرة لكن هناك لا يمكن أن تعدم خيرا في الأمة لذلك قاله السلام أمتك الخير لا يدرأ أمتك المطر لا يدرأ الخير في أوري أم في أخير فالحق الذي لا محيد عنه هو أن الزمان لا يشغر عن مجتهد بحال من الحال إلا في آخر الأوان وفي آخر الزمان عندما قال لنا السلام لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لا أحد يقول الله تأتي الروح فتقبط كل مؤمن وما يبقى فيها إلا الكفر الفجر شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة وانتزال هذه الأمة قائمة بامر الله طبعا هنا العلماء أيضا قد يستدلون بهذا الحديث على الإجماع يقولون بأنها علامة على الإجماع آخر الحديث قال وانتزال طائفة هذه الأمة قال لا يدروا من خلفوا هذه فيها دلالة وضحة جدا على ثبوتهم ثبوت الجبال الرواسي وأنهم مع الحق وبالحق يسيرون بالحق يعلون الحق مهما حدث لهم من القوارع من الصوارع من البلايا من المهلكات فإن هذا لا يسنيهم عن الحق والله طبعا ولا يتلونون كما قال حديثة إياكم والتلون والحق بأننا يعني الذي يتعب أهل الحق فقد المعاصي والتعديات على حدود الله والكلام مني أنا لأنني أرى في نفسي بأن المعصية تقتلنا وإننا نقع فيها صباح مساء للنهار والله الذي لا لا يلا هو ونعترف لربنا ونسأل الله التوبة والأوبة ونسأل الله الكف عن هذه المعصية يعني الله يعني الله يعني الله يبتل العبد أيضا من شيء في نفسه ولا تلومن إلا نفسك قال الله سلم فإما نوارد خيرا كما قال الله تعالى فإما نوارد خيرا فليحمد الله ونوارد خيرا ذلك فلا يلومن إلا نفسه ظهر الفساد في البار والبحر بما كسبت أيدي الناس قال الله تعالى ذلك بما قدمت أداك وأن الله ليس بالله من العبد اللهم إننا نستغفرك وأنا نتوب إليك اللهم إننا نستغفرك وأنا نتوب إليك في الحديث فيها وتقوم الساعة على شار الخلق طبعا وبعض الرعماء الذين قالوا بأن قولهم سلم تزال طائفة من المتع الحق الظاهرين قالوا بالتخصيص أطيرا لرواية أيضا جاءت بأنهم في أكناف بيت المقدس وهذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف وإلا فالطائفة هذه أصناف في الناس ليست هي أهل الحديث فقط كما قال بعضهم أو أهل الفقه فقط لا لا هي أصناف كما قال نوه من أهل اللغة ومن أهل الحديث المهم أهل التقى وأهل الدين وأنهم يتعاددون يعادد بعضهم بعضا على نصرة الدين ونصرة الحق وعلى كلمة الدين البخاري في قول سلم تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين قال هم أهل العلم وهذا الحق شوف انظر شوف روعة البان قال هؤلاء هم أهل العلم طبعا الأمام أحمد قال إن لم يكن أهل الحديث يهم الطائفة فلاعلم وطبعا هذا كما قلنا من باب ذكر فرض من أفراد العموم هذا من باب ذكر فرض من أفراد العموم وليس على التخصيص وليس على التخصيص وهذا أمر من الأهمية بمكان طب الفوائد المصنبطة لنختم الباب فضل العلماء على سائر الناس من وين هذه الفائدة؟ من الله أراد بهم الخير منتاز لأن الله يعني بيّن فضلهم بأن أراد بهم الخير وخصهم بين الناس واصطفاهم على الناس من يورد الله بي خيرا وفقه في الدين الفائدة الثانية فضل الفقه في الدين والحق كما قلنا ابن الجوزي قال العلم قصير العمر قصير والعلم كثير فعلى الإنسان ولا يمكن أن يستوعب فإنسان ينتفع بأنفع العلوم وأنفع العلوم بعد العقيدة هو الفقه زيك الشفع قال من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه اللهم اغفر يا رب أن الإسلام رايته خفاقة عليها ولا تنكسر أبدا والدلاع هذا إلى يوم الدين الدلاع ذلك من قوله لتزال طائفة من أماته لن تزال هذه الأمة قائمة على الحق أيضا من الفوائد أن من نعم الله على الأمة لا يشغر الزمان من مجتهد لا يشغر الزمان من مجتهد عالم فإذا التي تليها الإجماع حجة إنه قال تزال هذه الأمة إذن لن تجتمع على ضراره الفائدة الرابعة الإخبار بالمغيبات علامة من علامات النبوة الفائدة ما أدري الفائدة الرابعة الخمسة هل السادسة الفائدة الأخيرة ولو الإخوة بقى يعني تحسن إلينا تبين لنا هل فيها شيء من الوتر الفائدة المهمة الأخيرة وهي مسألة التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وأيضا يتوافق ويتفق ويفترق لقوله السلام من يرد الله به خيرا من يرد الله به خيرا هذه الإرادة إرادة الشرعية هذه الإرادة لست إرادة كونية بل أنا أقول هي اتفقت إرادة كونية وإرادة الشرعية لكن هي الأصل فيها أنا إرادة إرادة شرعية صح؟ من يرد الله به خيرا في القيوف الدين والحق بأن النظر الثاني يقول هي إرادة كونية ولذلك أنا أقول النظر فيها أولاً الإرادة الكونية هي لها ضابطان تعوم فيما يحب الله وملا يحب الله رعا وهي تقع لا محالة هنا النبي السلام يتكلم على أن إذا وجدت عبداً في الخير فالله قد أراد به كوناً خيراً بأنفقه في الدين فإذا نظرت لها بعين الفقه والتعلم قلت إرادة شرائية وإن نظرت لها بالمحقق في المرء المكلف الفقه قلت إرادة كونية لدرجة النظر في الأمرين فإذا والإرادة الشرائية طبعاً ضابطها أنها تكون فيما يحبه الله خاصة وأنها قد تقع وقد لا تقع وقد يتفقاني وأفترقاني يتفقاني في إيمان المؤمن الإرادة الكونية والشرائية يتفقاني في إيمان المؤمن لأن الله جعل أمر كل البشر بالإيمان ما أرسل لهم الرسول إلا بذلك قالوا ما أرسلنا من قبلك الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون وقال الله جعل مخلط الجنة وإنس إلا لا يعبدون فإذا عرض الإيمان على جميع البشر هذه الإرادة الشرائية هنا واتفقت مع الإرادة الكونية في المؤمن في أبي بكر قد أراده الله مؤمناً كوناً وأراده أيضاً شرعاً لأن السلام عرض عليه الإسلام فأسلم وكوناً فالله جعل قضى كوناً بأنه من المؤمنين بل هو من الصالحين من الصادقين المصدقين بل هو خير البشر أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين ويفترقان في كفر الكافر يفترقان في كفر الكافر فالكافر لا يحب الله كفره شرعاً وإن قضاه كوناً قال الله جعل إن تشكروا يرضاه لكم قال الله جعل إن تكفروا فإن الله غالين عنكم وقال الله جعل ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم فالله جعل لا يرضى بكفر أبي جهل لا يرضى بكفر أبي لهب لا يرضاه شرعاً مفهوم وإن قضاه كونا فافترق هنا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية ففي كفر الكافر أراد الله به الإيمان شرعا ولكن هو يعلم أنه ليس وعاء نقيا للإيمان فأراد به كونا أو فقضاه كونا أنه من الكافرين ومن الفوائد أن الرسول مبلغ ممتاز إنما نقاسم ممتاز جزاك الله خيرا وهذه فيها دلالة واضحة جدا يعني ممكن يستدل بها بعض الأصولين على أن النساء السلام لا يشتهد لا اشتهد هو مبلغ مجرد مبلغ بأبي هو أمي وهذه نعم الوظيفة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما أفلغ ترسالته طيب بهذا نختتم الدرس لو في أي أسئلة أراني الإشارة هو يقول السائل هل المنافق أشد من الكافر ومن هو الذي ينبغي الحذر منهم والله الحذر كل الحذر يكون من المنافق المنافق كافر وزيادة ولذلك أنت ترى خطر المنافق ليش لأنه يتزيع بزيك وتسمى باسمك وإذا تكلم تكلم بإسلامك كما فقال أن الحمد لله بسم الله والصلاة والصلاة يعني أنا أريد برضه أمر شعر عشان يفهم هذا كيف ثم يأتي بالآيات يدلل على ما يريد يعني رجل بيتكلم في مسألة ما بعيدة كل بعد عن الدليل لكنه لما بيقول الدليل بيلبس الباطل زي الشرع هو نعم هذا هو وصفهم الله وصفا إيه إذا رأيتهم تعديمك أجسامهم وإيه يقولوا تسمع لقولهم وبعدين بيّن الله على حقيقة الأمر كأنهم إيه خشب مسندة لكنهم يؤثرون عمر الخطاب وهذا حديث أثر مرفعه وسلم قال إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين ومنها أيضا منافق عليم عليم اللسان وأنا أريد أرفع شعر بين المؤمن التقليل المخلص المعلم العاصي هو عاصي وهو يقر بعصيانه ليس منافقا يعني هو يقول للناس زكه وهو منع زكات ماله شهوة وجد المال حيخف أولادي جاء له ضعف إيمان في لحظة فعصى الله وخالف ما قال هذا ليس منافق طبعا هذا في نوع نوع فوق لكن ليس منافقا هذا هذا ليس منافق المنافق هو الذي يبغض الدين ويضرب في الدين قصدا ويلبس على المؤمنين بكلام المؤمنين هذا هو ولذلك هذا أخطر أخطر من الكافر الأصلي أخطر بكثير ولذلك هو عند الله أعظم ذنبا من الكافر الأصلي لأن هذا من باب الخداع يخادعون الله وخادعهم لذلك الذي يتحايل على الربى أفجر عند الله من الذي يأكل الربى صريحا مسألة الذي يتحايل على الربى قاتل الله اليهود حرم عليهم الشعون فجعنوا فأذبوا فأكلوا فمنى فكانوا أعظم ذنبا عند الله جاء الله في علاه لذلك قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفري من النار فهم الذين يعني يحذرهم الإنسان وكما قلت إياك وقطع الشعر بين مؤمن تقي مؤمن تقي أو عالم أو بين عالم ربني له معاصي وله زلات وبين منافق يحارب الدين يبغض الدين أصالة البون شاسع ورفق واسع قد يكون هذا العالم عند الله مرفوعا بكلمة وتكون المعصية من باب غلبته وشهواته وهو والله يعذره فلابد أن ننتبه على عدم الخلط في هذا الباب يقول كيف نعرف المنافق ونتجنب النفاق أن نقع فيه نعوذ بالله من الخزان أن يرى المر أنه لا يقوم إلا رياء وسمع ولا يتكلم إلا للوجهة بين الناس ولا يتقدم إلا للدرهم والدنار ولا يتأخر إلا للدنيا فهذا السبيل للنفاق هذا رياء ويسيره كثيره سبيل للنفاق الاعتقادي فيصل الإنسان بعد ذلك إلى النفاق ويعرف المنافق أنه تراه حلو اللسان مر الإدمار يضمر شرا ويظهر ذلك من فلتات لسان أو يظهر ذلك من لمح العين والوجه قال الله تعالى وَلَوْنَ شَاءْ لَأَرَيْنَكَهُمْ فَلَعْرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفْ أَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ نعم يقول هل النمام منافق النمام فيه نوع نفاق لأنه يعمل عمل المنافق المنافق ماذا يفعل يفسد بين المؤمنين المنافق يجره الفساد بين المؤمنين يفسد ذات البين والنمام يفعل ذلك ففيه نوع نفاق لكن ليس منافقا يقول ما صحة حديث إن البلاء موكل بالمنطقة والله يحسنه الألباني على ما أذكر إلا ما أكون واهبا وأحسن بعض العلماء في هذا الباب أحسن الله لي تاتي الأسئلة جزيته من جنة رفع الله مقامكم سبحانك الله وربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك